طب لو انا بقى مامتي عندها مشاكل مع ابويا لازم يبقى انا عندي مشاكل معجوز يعني ممكن اورس الخناءات دي يعني او السلبية اللي بتحصل في البيت لازم يبقى انا بيتي كده ممكن او ممكن لا لان انا طبعا اكيد كلنا يعني او انا عمتا بعترض على كلمة فاخد الشيء لا يعطيه لان اللي افتخط بعض الامور الخاصة بالمشاعر ممكن يعطي اكتر واحد يعطي مشاعر طبعا يبقى اكيد يعطي لانه ايوة لانه اتحرم منه فهيديه ويبقى احناين فيه صحفة عشان كده ممكن تتولد في بيت يكون فيه هزي المشكلات تقول انا مش عايزة اكون كده انا عايزة عايش حياتي سعيدة ومكونش عندي هزي المشكلات فتدي مشاعر طيبة في هذا البيت وانا عارف ان ده برضو رأي حضرسك ربنا يخليك يا دكتور ليه بقى بابا حنين مع اولاد اخوه يعني مع اولاد اعمامها اوه بتتفرج ليه وشمانة مع اياله لا اقول له حضرك لانه هو واخد كرهوهم او عدم حبه ليهم من عدم حبه لامهم يعني هو عايش مع امهم يعني تحس ان هم خلاص بكملين مع بعض القياه وخلاص انما هو واخد حتة ان انا مش بحب الام فبالتالي ينعاكس ذلك على الابناء دي حاجة الحاجة التانية هي طبعا هي مكة بتوصف من وجهة نظره هو مش شرط يكون بيحب ابناء اخوه او الحب يعني اللي يبالغ فيه ولكن هم مش مكلفينه حاجة مش تعبينه في حاجة لا هيطلبوا منه مديات ولا هيقول له النبي انت عندنا مسؤولية كذا انما التانية دي عايزة عايزة فلوس عايزة روح درس عايزة روح مدارة الحاجات دي من نسباله عاملاله مشكلة عاملاله ازمات التانية بقى يعطف عليهم ويعملهم هل بقى لو طلبوا منه هتشوف الحنان والحب ده اعتقد لا طيب و اهل بابوها فعلا بيكره لما يكون في مشاكل بين الام والزوج يعني من الام والاب هل الاهل يكرهوا يعني اهل بابوها دوله يكرهوا الايال لما يعد يحكي لما يعد يحكي طب الايال زبهم ايه ما يكرهون انا يعني انا لو انت عادوكم مشاكل معي انا اكرهون انا مش تفرق معي بس الايال زبهم ايه بيوسموها اول حاجة بامها نمرة واحد نمرة اتنين قد يكون هو بيحكي برضو عن ابناء وما هي برضو في الاخر مكة بتحكي من وجهة نظر احنا منشوف الحتة الابعد هو الراجل ده واضح انه هو بيحكي كلام سيء عن ابناء ولانهم بتحرك بتقولي ما بيحبهمش بتعامل معهم وحش بيبخل عليهم فبالتالي هل هو بقى لما يقول الكلام ده كله بيعمل ايه بيعمل حاجة اسمها رد فعل لا شعوري او بيعمل برضو حية الدفاعية لا شعوري ايه ان انا رغم ان ما حدش سألني اقول ايه على فكرة دول وحشين وم بيعملوا كذا اه رغم ان ما حدش قال لي حاجة بس انا حاسس من جوايا ان هو اكيد هيتقال علي يا راجل ده بخيل مع اولاد راجل نابا بيدرومي فبتدي اعمل حيلة لا شعورية دفاعية عن نفس انا بتكلم بقى ايه ان ان دول وحشين فبالتالي اكيد اني بدي جي اللفسي مبرر انا ليه بتعامل معهم وحش هو العيال دي والجيل ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي وبقى جيل بقى سريع جدا جيل انترنت او سوشال ميديا او او هو الاعجاب ده بيبتدي من سن كام يعني هابدأ معك بالاعجاب مش هابدأ معك حشو ما بقوله حب وروحي وحبيته اكتر من الروحي الاعجاب ده بيبدأ من سن كام يعني من سن البلوغ ولا الاعجاب ده بيبتدي بادري عشان كل واحد وكل بيت بيت بيتفرج علينا يبقى عارف عياله برضو بيفكره ازاي انت لازم تقوموا وتفاهم هم عايزين ايه بما انك طبعا استشاري لعلاقات اثارية واجتماعية فقولينا المجتمع ناخد بالنا ازاي انا عيالي يبدأوا كده قلبهم يدق وشايفين ان اللي قدامنا ده احنا معجبين بيه امت الطبيعة زي ما حالك قلتي يعني في سن البلوغ اللي هي البنت هتبقى خلاص بتطلع فيه سن ما انها تبقى سيادة يا عب البلوغ ما فيش الكلام لا فيش اعجاب ده انا بقول حالك لسه كامل ده بقول انه ممكن ده يكون الطبيعي او الغالب انما مع وجود السوشيال ميديا والمشاهد ان احنا بنتفرج على افلام حب وافلام او رومانسية ممكن يتواجد من سن صغير ممكن يتواجد من سن 12 سنة 11 سنة 10 سنين يتواجد كل ما سن ممكن يكون اصغر يعني من 10 سنين ابتدي اشوف كده اللي هو من بداية سن المراقع كده انا افكر انه ابني او بنتي ممكن يوصل ابن الجران او على السوشيال ميديا او او واستوعب بقى العواطف والمشاعر دي ازاي لانه اغلبية الامات المصرية طبعا معاها اسلحة كتير جدا كلنا عارفينها ازا كانت الشماعات ازا كانت المجات ازا كانت اي حاجة ممكن ترمي بيها وفي الاخر العالم بتعمل من وراها اللي هم عايزينه فالامة ما بتكسبش حاجة خالص المفروض الاستيعابي بعمل ازاي مثلا من غير ما هي تيجي تقولي لو انا اكتشفت او لما هي تيجي تقولي اعمل ايه في جميع الاحوال ما عندناش حاجة دايما بنتكلم عليها غير ان احنا نبتدي نفهم اللي قدامنا بنتفاهم الطفل عندي ان ده ماينفعش دلوقتي انت طب ايه هو اللي اعجاب هيسر قولي اجابات منطقية نقدر نقول ان هي تخدها صديق ما تخدهاش يعني ايها تحباها تتجوزها لا انا بحباها ايها تبقى بتاعتي انا بس تكلم معينا بس ما انا اقدر اقول ان الكلام ده خلي بقى لحضراتك ان الاطفال اللي حالك بتتكلم عليهم برضو بيبقى عندنا لما بنحط شوية محزير او رولز بنمشي عليها هم هيستوعبوها وبيمش عليها لا وبيعملوا دي بيتس يعني هو ممكن يقعد يتناقش معي انا بشوف ودي احسن حاجة انه ان انا اخلي عنده شخصية اتناقش معي اتناقش معي انا قلتها بس تكلم بأدب وانت بتتكلم اقول لي مش عاجبك ايو انه معيانة تستطيع ان انت تحب لما تقدر تفتح بيت لما تقدر تصرف لما تقدر ان انت لما تطلب منك حاجة بتاعتك دي باباها ما موتها بصرفوا عليها لما تقدر بتاعتك دي تقول لك انا عايزة كذا فانت هتدهولها عايزة ان انا مثلا فلوس هتجيب لها عايزة لبسة تعمل لها صعب انه يستوعب داوي يقول لك انا اشتغل وكيب بنات بقى يعني حتى اقول لرجالة ممكن شوية ان انت ايه تدايقوا بالحتة دي لو انت قادر تجيب لنفسك مونتالون انت قادر تجيب لنفسك مش عارفية حبيبي يال انت بتدفع لك كل حاجة البنت بقى لما تقعد لما تطول لما بديجي نقول لها كده يعني هاكسر رئابتك او هاقوم اضربك او لا مش لازم نقول الكلام دا لا طبعا ما نتصرف قصيب يقول لك البنت تتضرب الولد ما يتضربش بالعكس ولدي تتضرب ولدي تتضرب احنا النهاردة بنتكلم على نظريات كلا يعني احنا فيه ناس بتيجي تقول لي احنا تربينا على الضربة وما حصل لناش حاجة مبدئيا ممكن يكون حصل لهم وهو ما بيقولوا ما حصل يعني مش عارفين يعني هو بيكلمني قدامي دي نمرة واحد نمرة اتنين اللي انت تربيت عليه زمان طلع حاجات دلوقتي جديدة حديثة بتقولك ان دا كان غلط ان انت لما بتضرب دا بيعمل لها بيعمل مشاكل نفسية بيعمل بيخلي الطفل فقر الثقة في نفسه بيخليه ممكن يكون انسان عانيف فممكن يكون انسان منطوي فانا بالتالي ما عملش هزا الامر مع ابنائي في الوقت الحالي ولا زقة كده من الامر تحبها لا زقة ماشي زقة ماشي زقة ماشي وطلع انا عارف زقة كده عارف اللي هو تطلع غلك يا اخي لا عارف اللي هو انا اسكدت زي ما امامتها اللي امامتها بتعمله معاها مع ماك لما تقولها انتي السبب وانتي وانتي وتحضنها دا عادي دا ما يطلعش طفل عنده تروما او عنده مشاكل نفسي اكيد طبعا ان هي بتقولها ايه بتقولها بتقولها يا ريتني كنت رميتك واتجوست يا ريتني زي ما الامات كلها مثلا بتجيت مثلا تقول دا انا كان زماني بقيت بيكاسو انتوا عطلتوني عن احلامي يا ريتني كنت سيبتوكو يا ريتني ما جبتوكو في الاخرى تروح ايما حضن طبعا بيطلع حاجة اسمها مشاكل نفسي بيطلع زي ما احناك قلت الصدمات دي بتبقى طبعا حاجات اكبر من كده شوية ممكن يكون اكتر شوية ولكن هي في الوقت الحالي دا اكتر حاجة هي يطلع عندها حاجة اسمها احساس الرفض ان هي مرفوضة من احب الناس اليها ومن اهم الناس اليها وده دايما هذا الاحساس يعني احساس صعب وبشع وهو حاليا لما منشوف انا مش عايز طبعا اذكر بعض المشكلات اللي حصلت وان كانت خطأ ان حد بيروح يرتكب جريمة حد بيروح ينتحر حد بيروح يعمل بسبب ايه بسبب انه حاس انه مرفوض من احب الناس اليها او يبقى غلبان ويجيله جلطة زي ما حصل